اليبيل الذهبي للأرض يصادف اليوم فيوم الأرض في العادة هو حدث سنوي للنشطين المدافعين عن البيئة على الأقل لكن هذا العام قد يكون مغيراً مع الاحتجاز بين جدران المنازل والافتقاد لرائحة الأرض والحرية قبل خمسين عاماً وفي 22 من إبريل تم الاحتفال بيوم الأرض الأول في الولايات المتحدة كدعوة سلمية للإصلاح البيئي عقب تسرب نفطي هائل قبل تساحل كاليفورنيا بعد نصف قرن يوحد هذا الحدث الملايين حول العالم ويوجه الانتباه إلى التحديات الهائلة التي تواجه كوكبنا وفي مقدمتها التغير المناخي نظراً إلى أن خبراء وصفوا المرحلة الحالية بعصر الانقراض وعند النقطة التي يمكن فيها إحداث ضرر بيئي دائم لا يمكن إصلاحه لكن رغم تغيير فيروس كورونا للخطط ووقفها للمؤتمرات إلا أن خبراء بيئيين دعوا إلى عدم فقدان التركيز على التحدي المتمثل في أزمتي التنوع البيولوجي والمناخ عند رفع القيود المفروضة قد تكون كورونا غيرت نظرة الكثيرين للبيئة وأوجدت تقديراً أكبر للطبيعة بعد الإغلاقات في معظم الدول وافتقاد المساحات المفتوحة والرفاهية المتاحة وبمناسبة يوم الأرض كان الشعار الأكثر تداولاً وتأثيراً التقينا بالعدو وهو نحن مع اعتبار الكوكب من المسلمات واستغلال موارده واستباحتها اشتركوا في القناة